بص احنا هنتحن الرز كويس قوي الاول. ايوة ده ليه بقى? هنأكل ايه? هنعمل اكلة بقى لنا كتير قوي ما عملنا هاش. بس هنغير شكلها شوي. ماشي. اما نشوف. طب شوف بقى عشان تطلع مظبوطة. هنتحن ميتين جرام من الرز على نص كيلو لحمة. وده بنوزنه هو بودرة او قبل ما نتحنه? لا نوزن الرز الصحيح ونخسله وننشفه كويس جدا قبل ما نتحنه. وبعدين في ماشين بقى نحط بسلتين كبار واربع فصوص توم. ونبتدي نضرب بقى. واول لما يتفرموا ننزل اللحمة المفرومة وشوية بقى دونس وشبت. ونفضل نضربهم لغاية ما نعمه خالص. ام الله يرحمك كان عندها مفرمة لحمة يدوي. كنت بقى عضاف رومانا الحاجات فيها. تنفع دي صح? اكيد المفرمة هتكون افضل بكتير. عايزك تشتري لي واحدة بقى. اه جبتوا لنفسي. معلش بقى. المهم نزود نلحة وفلفل وسبع بهارات. ونبتدي نشكلها بقى الشكل التقليدي بيبقى صوابع. هنعمل شوية كمان كور كده زي الميت بولز. انا ببلق دايا شوية مية عشان عجينة الكفتة دي ممكن تلزق شوية. وكمان عايزة اوري لك ازاي نشيلها لو عايزين نخزينها في الفريزر. اه مهم جدا الموضوع ده. بص ونفرد الكياس بتاعت الساندويتشات دي. ونروس الكفتة بعيدة عن بعض شوية. عشان حنروس الدور التاني في المسافات الفاضية دي. والله يا برافو عليكي. كده عشان ما تلزقش في بعض. وبعدين ينفع تاخدي منهم لما تحتاجي. من غير ما تضطر يتفكيهم كلهم. ايه صح. النهاردة بقى حنعمل الكور وحنشيل السوابع دي المرة تانية. كور? طب يلا الزيت سخنة هو. يلا بينا. يلا نقليها بقى الغاية ما يبقى لونها دهبي وتقرمش من بر. وشوف دي. وشوف دي. اهي خلصة اول مرحلة اهي. استني كده اما اختبر الجودة. طب والنبي ما تخلصهاش انا لسه ما خلصتش الطبخة. ليه? دي انا ممكن اقعد ازازها كلها كده اصلا. لا بص انا جبت بطاطس صغيرة عشان تبقى مقاس الكفتة. برضو هقشرها وقليها وبعدين هقولك هنعمل ايه? لا انت بعد كده ما تطبقش الاكلة دي وانا موجود. لاني حاود اتسلع البطاطس والكفتة قبل ما اتخلصي. لا بقول لك ايه? اصبر شوية ما تضيعش تعبي. بحل بقى على النور نسيح معلقة سامنة وننزل عليها عصير الطماطق. انا بحب ازود معلقتين صلصة كمان عشان اللون والطعم. ونسيبها تتسبك شوية ونزود بقى مالح وفلفلسود وسبع بوهرات وبابريكا. نديهم بقى تقليبة كويسة كده لحد ما يبقوا خلطة بيسة في بعض. الله ينور. واول ما تتسبك خالص ننزل البطاطس بقى. وكمان شوية فلفل اخضر بيدي طعم حلو وبيحبش الاكل كده. يا سيدي. الروايح حاجة لا تقوم بصراحة. انا بس هزود شوية موية عشان شايفها قلت شوية. بس هننزل الكفتة تاخد غلوة كده وبعدين نهدي النور شوية لغاية ما تستوي تماما والرز اللي فيها يشرب الصلصة. طب عمليلنا بقى شوية رز بالشعرية جنبها كده عشان تكتمل الانشودة. يلا بينا جي وقت الاكلة هو وتقول لي ايه رأيك بقى. وعملتلك الرز بالشعرية هو زي ما انت عايز. ايوة طب غرفلنا بقى وتوصي بالصلصة. لحسن الواحد ايه? مش قادر يستحمل الريحة. من عنية. وريني كده? بسم الله. ها ايه رأيك بقى? اللهم ما صلي عن نبي. حاجة بصراحة تستاهل الانتظار. تسلم ايدك.